بين ترميم المعابد والكنائس وحسن بابليون وهدم مقابر الإمام الشافعي مصريون وحدوه ألقت استقالة أيمن وانس رئيس اللجنة الدائمة لحصر المباني ذات الطراز المعمري المتميز قنبلة الدخان في مشهد الارتباك بسبب هدم المقابر فجأة انتبه المصريون إلى أن هناك اعتراضات داخل أجهزة الحكومة نفسها على ما تقوم به من هدم للمقابر وجاء في نص استقالة وانس أن السبب في الاستقالة هو عدم جدوى عمل اللجنة من التسجيل للمباني المتميزة ذات القيمة التراثية وأوضح وانس في نص الاستقالة أن ما يحدث الآن ليس فقط إهدار لمباني المقابر التاريخية التراثية فحسب ولكنه إهدار لنسيق عمراني تاريخي أكثر من هذا أن وانس وصف في استقالته المقابر التي يتم هدمها بأن هذا قيمة متفردة على مستوى العالم ويمثل جزءا مهما من التراث العالمي وقال وانس في نص الاستقالة المنشور أن هدم المقابر هو إهدار لتراث مصر التاريخية ذات القيمة والتي لا يمكن تعويضها وشرح وانس دوافع استقالته بقوله يدخل في حكم المباني المميزة وذات القيمة فما بالك بمدفن هذا الشخص بعد وفاته وقال وانس أن مثل هذه المقابر والمباني لا يمكن هدمها من أجل إقامة طريق وقال أن منطقة الإمام الشافعي لها قيمة تاريخية معروفة للجميع وأن المنطقة ذات قيمة وطابع مميز كما أشار إلى أن اليونسكو اعتبر سحراء المماليك وغيرها مناطق تراثية لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد حرص الدولة على الأثار المصرية مع الحد من إقامة أي مباني قد تضر بالشكل الطبيعي الأثري وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال افتتاحه أعمال الترميم في منطقة القاهرة القبطية الأثرية كما قام مدبولي خلال افتتاح حسن بابليون بعد إعادة ترميمه وظهور الجمال المعمرية للحصن كما افتتح رئيس الوزراء مشروع ترميم معبد ابن عزرة الذي يعد واحدا من أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر والمعبد ينسب إلى إبراهام ابن عزرة في القرن الثاني عشر ميلاديا وقد أعيد بناؤه في القرن التاسع عشر ويعتبر من المعابد اليهودية الشهيرة في الشرق ترجمة نانسي قنقر